السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدي عبد الرازق استشاري جهاز هضم وكبد وحميات أتشارب بوجودي معكم موضوعنا النهاردة عن مقارنة ما بين لقاح سينوفارم الصيني ولقاح سينوفاك الصيني التطاعمين انتشروا في المنطقة العربية وانتشروا أيضا في أمريكا الجنوبية وبلاد كثير في أسيا لكن أوروبا وأمريكا حتى الآن لا تعترف بهم كلقاحات أولا يجب أن نفهم أن اللقاحين مروا بالتجارب الأولية على الحيوانات وتم النجاح في معرفة الجرعة الآمنة بالنسبة لهم وتم معرفة إذا كان هناك مضاعفات ممكن تحصل أو لا بعد ذلك انتقلوا للمرحلة الأولى على الإنسان ونجحوا فيها أقل من مئة شخص بعد ذلك انتقلوا للمرحلة الثانية التي هي من مئة لألف شخص على أساس أن يكون هناك اختلاف في الجنس واختلاف في الأصول للمرحلة الأشخاص أو إذا كانوا أفرقاء أو إذا كانوا أسيويين يعني أن يأخذوا مجموعة من البشر مختلفين من مئة لألف شخص وتم النجاح فعلا في التجربة المرحلة الثانية في المرحلة الثالثة بالنسبة لسينوفارم بدأوا يجربوا في بعض الدول، منها مصر، منها الإمارات، منها البحرين وبعض الدول في أمريكا الجنوبية وابتدى يحقق نتائج لكننا فجئنا أن الصين ابتدت فعلا تطعم الأشخاص عندها وعلى مستوى العالم بسينوفارم قبل أن نتائج هذه الأبحاث تظهر هذا طبعا عمل تشكيل كبير بالنسبة للأوروبيين وبالنسبة للأمريكان في نتائج هذا التطايم أيضا نفس المشكلة حصلت في السينوفاك السينوفاك أيضا في المرحلة الثالثة فجئنا أن تركيا ابتدت تطعم الناس وأخذت واشترت ملايين من الجرعات قبل أن الصين تعلن عن نتائج الأبحاث بالنسبة للمرحلة الثالثة طبعا هذا أيضا تشكك ناس كثير في أوروبا وأمريكا من تطعيم سينوفاك البيانات التي تخرج من الصين قليلة جدا عن هذه التطايمات وفي نفس الوقت الأوروبيين والأمريكان يشككوا في نتائج الأبحاث التي عملوها الصينيين أولا يجب أن نفهم أن هذه التطايمات سينوفاك الكفاءة تصل إلى 79% والسينوفاك الكفاءة تصل إلى 51% لكن بالنسبة لهم هما الاثنين الكفاءة تصل إلى 90% في الحالات الشديدة حالات كورونا الشديدة أو الحالات التي تحتاج للمستشفى يعني 51% بالسينوفاك ضد الأعراض كورونا وال79% بالسينوفاك ضد أعراض كورونا لكن النتائج 90% أو 100% ضد الأعراض الشديدة أو الوفاء أو الاحتياج لتنفذ صناعي أو الأعراض الشديدة معنى أن الاثنين سبتين كفاءة وهم فعلا خذوا موافقة على الاستخدام الطارق من منظمة الصحة العالمية وفيهم ميزة الميزة بتاعتهم أن يتم الحفظ ما بين 2 إلى 8 درجة مقوية يعني في التلاجة العادية وهذا أدى إلى انتشارهم في معظم الدول النامية أيضا فيهم ميزة تانية أن سعرهم رخيص بالنسبة لسينوفاك ابتدى يتصنع فعلا في مصر وابتدت بعض الدول حوالي أكثر من 14 دولة خدت التصريح بتصنيعهم أيضا سينوفارم ابتدت دول تصنعه خارج أسيا طبعا التطعمين الكفاءة بتاعتها تعتبر مقبولة وأيضا نلاحظ أن التصنيع بتاعهم تصنيع كلاسيكي عادي كما كنا نصنع لقاح فيروس بي ولقاح التيتانوس ولقاح السعار عبارة عن أن نأخذ أجزاء ميتة من الفيروس ونحقنها في جسم الإنسان فيتعرف عليها جهاز المناعة الخلايا الدفاعية تتعرف على هذه الأجزاء طبعا هذه أجزاء ميتة لا نحقن الفيروس نفسه نأخذ الأجزاء الخارجية فقط من الفيروس وبالتالي طريقة هذه التصنيع قدت إلى كثير من الإطمئنين أن لا يوجد مضاعفات خطيرة وفعلا المضاعفات أو الأعصار الجانبية تعتبر إلى حد كبير بسيطة يعني يحدث قليلا حمرار في مكان الحقنة يحدث قليلا تورم في بعض الألم قليلا سخنية، صداع، تكسير في الجسم لكن كل هذه الأعراض تزول من نفسها أو عندما يأخذ أقراص باراستامول تزول هذه الأعراض لكن لا يحدث منهم مثلا التهابات في القلب أو في الغشاء التموري للقلب أو لا يحدث تجلطات منهم لا يحدث شلل أو لا يحدث آثار جانبية خطيرة منهم لكن الأوروبيين والأمريكان يشككوا في متابعة الحالات التي تأخذ التطعيم يقولون أن الرصد في الدول النامية يعتبر إلى حد ما فقير بالمقارنة بالدول المتقدمة طبعا نعرف أن في أمريكا وإنجلترا وفي أوروبا بواجه عام يقومون رصد لكل المضاعفات أو كل الآثار الجانبية للناس المستعامة وبدقة شديدة فهم يدعون أن الرصد في الدول النامية أقل بكثير من الدول المتقدمة وبالتالي فهم ليس معتارفين بهذه التطعيمات أيضا ادعوا أيضا أن هذه اللقاحات ضعيفة أمام المتحورات الجديدة نلاحظ أن السينوفارم و السينوفاك أيضا فعال ضد دلتا المتحور الجديد ولكن بنسبة أقل من القرون الأصلي أيضا بالنسبة لسينوفارم و السينوفاك الاثنين هم يتخذوا للحالات التي هي أمراض مزمنة مثل التهابات مزمنة في الرئة أو التهابات مزمنة في الكلا أو في الكبد فالتطعيمات تعتبر إلى حد كبير آمنة نتيجة أن التصنيع من النوع القديم الكلاسيكي عكس التطعيمات الحديثة في أمريكا مثل موديرنا و فايزر أيضا بالنسبة للتطعيمين لا يعطوا للأقل من 18 سنة بالنسبة لفايزر نعطيه من سن 12 إلى 18 لكن بالنسبة للقاحات الصينية سينوفارم و سينوفاك ممنوع إعطائهم لأقل من 18 سنة أيضا لا يوجد بيانات واضحة بالنسبة للحوامل نحن رأينا في أمريكا يدعوا فايزر للحوامل أيضا في إنجلترا يدعوا لقاح فايزر و جربوا في أمريكا على حوالي 100 ألف سيدة لا يحدث منه أي مشاكل لكن البيانات حتى الآن تعتبر شحيحة جدا بالنسبة للحوامل بخصوص التطعيمين الصينيين سينوفاك و سينوفارم أيضا بالنسبة للتطعيمين كما قلت لكم إلى حد كبير منتشرين في الدول النامية لكن حتى الآن لم تظهر منهم أعراض خطيرة أشكركم جزيلا شكر و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته